السلام عليكم من وصفات سامر تعالوا اليوم نسوي الوصفة الثانية للقطايف انا هاي الوصفة عندي من ايام زمان وحافظت عن غيب يعني ما برجع للدفتر لانها سهلة كتير وما فيها لا خميرة ولا بيكينج باودر بس بدي احكي الملاحظات اللي بتنجح معاكي القطايف لبعض الناس اللي ما بيزبط معاهم القطايف من اول مرة رح احط هنا بالخلاط 3 اكواب مي دافية طبعا انا الوصفة الاولى نزلتها عندكم موجودة وطبعا التنتين مضمونات 100% ان شاء الله عندي 3 اكواب مي دافية كوبين طحين كوب سميد نص كوب سكر يعني بدكم تحفظوا بالتدريج عمركم ما رح تنسوها 3-2-1-5 وبعدين معاكة بانيلا ونص معاكة صغيرة كربونة بتراحيها 10 دقائق بتبلشي فيها داتست ما فيها اي اشي تاني ما فيها خميرة ما بدك تراحيها نص ساعة 10 دقائق بالضبط وبتبلشي تشتغلي فيها بدي احكي ملاحظة الاولى اذا شفتي الحب لما تصبيها على النار او على كلاية يعني اذا صبطوها وشفتوها خميلة حبتها مش او يعني تكيل وزنها او بتحسوها هيك مش خفيفة زيدوا ربع كوب مية على الخلط لانه الطحين بيختلف من حدا لحدا او من طحين لطحين يعني بيختلف فراح تحطوا ربع كوب مية دافية ترجعوا وتخلطوها وتخلوها ترتاح كمان 10 دقائق مرة تانية بالنسبة للمناكهات بامكانكم تحطوا مستيكا ماء زهر ماء ورد زي ما حكتلكم فانيلا او محلب كله بمشي يعني كله والفانيلا كتير نكتها زاكي جربوها عن جد راح تعجبكم الملاحظة التانية اللي اهم شي اللي هي هاي الصدقة نشوفوها هاي اول حبة عملتها ومن اول حبة بتزبط معاك الكلاية حطيها على نار متوسطة انا حطتها درجة اربعة يعني عندي التسع درجات حطتها درجة اربعة حطيها على نار متوسطة الكلاية خليها خمس ذكاية يعني تحمى وبعدين بلش يصبي حتزبط معاك من اول حبة وتشوفي هاد الحز داير ميدور الخط الابيض حيكون موجود ولونها حلو وبطلعوا معاك يمرتبين وبتنشفوا من فوق تمام التمام طبعا لا تنسوا الكلاية لازم تكون خميلة ولازم تكون ما بتلزك اذا الغاز عندك ما الو منصب حطي النار تكون كتير واطية دوب درجة اثنين او حطي منصب وبعدين حط الكلاية عليه هاي هي الكشطة البيتية اللي عملتها انا نزلت فيديو فيها هاي برضو هون عندي انا بحشيهم وبفرزهم باكياس في الفريزر بزا بدك الكطايف تكون تكرش وتضل كرنشي خلي القطر دائما يكون بارد الكطايف سخنة والقطر بارد وتكيل طبعا شوي هيكون هون عندي من الافكار اللي عملتها اللي هي زبرة الفول السوداني مع المربا او العسل او ممكن تسيحو شوكولاتة وهون ممكن تعملوا سكرينشات للوصفة